بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل الوحدة الخمسة الدفعات المتساوية في الفائدة البسيطة احنا خدنا جملة الدفعات ازاي احسب واحد بقصة وراح في الاخر جملته بعد الاقصاط اللي دفعها دي السيارة مثلا دلوقتي كانت منها كزا كانت منها ستين الف لما دفعتها بالاقصاط دفع دفع خمسة وسبعين الف ليه عرفنا بالقانون اللي فات سواء عرف يدفع بالدفع العادية او الدفع الفورية الوجه الاخر للجملة بقى اللي هي القيمة الحالية اللي متعودين عليها في كل فاصل اللي هو الخصم يعني انا في الجملة كنت برسم وبطلع لقدام لا القيمة الحالية يعني هخصم هارجع لورا هيبقى الرسمة بترجع لورا هنشوف دلوقتي القيمة الحالية للدفعات هي عبارة عن مجموعة القيمة الحالية للدفع الاولى والقيمة الحالية للدفعات التالية وهكذا طيب في قانون للقيمة الحالية للدفعات بس انا طبعا عندي القيمة الحالية ايه ما قيمة حالية تجارية ايه ما قيمة حالية صحيحة اللي هي ممكن نسميها A-O او A-E القيمة حالية طبعا الجملة بنسميها S والقيمة حالية بنسميها A-R جعل الفصل التالي المشكلة ان المادة هنا يعني مركبة شوي يعني بتتطبط ببعض جامد احنا طبعا اهم حاجة عندنا هي القيمة حالية التجارية لان تجارية هي اللي معاملتها اكتر ده نفس قانون الجملة بالزبط مفيش فرق بين الفيديو ده والفيديو الفات الفرق السالب بس هناك جملة بجمع هنا بطرح يبقى انت حرك تحفظ القانون اللي فات بس وده بحط مكانه ناقص لو في المسألة طلب بني احسب القيمة الحالية صحيحة بحسب جملة الدفعات في البسط يبقى بجيب الجملة اللي هي فيها الزائد اهي بتاعت الدرس اللي فات جملة الدفعات على واحد زائد الاي فحاجة اسمها ان كابتل هقولك عليها حيلم دلوقتي اللي هي هنقابلها نجيب بيها القيمة حالية الصحيحة طيب انا هقولك لا تعملك جدول لهذه الرموز طيب ايه طبعا مبلغ الدفع لان عدد الدفعات الاي معدل خصم اه هناك كان مدة استثمار المبلغ الاول لأ هنا ايه لان مدة خصم المبلغ الاول ايه لان او ال 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 الاخيرة يعني مدة خصم المبلغ الاخير والان بيجيبها ازاي مدة دفع الدفعات على فترة دفع الدفع الوحدة تعالنا نشوف يعني طب انا ازاي هحسب في القانون السابق ده ال وان و ال ان تعالنا انا ارسم لك رسمة بسيطة كده عشانا افهمك الجدول اللي انا عامله ده حضرتك لو انا دفع عادية يعني في اخر المدة انا دفعت مثلا اربع اقصاد كل اخر ثلاث شهور ادي كل ثلاث شهور دفعت دفع وبعدين دفع وبعدين دفع وبعدين دفع دول سنة هون على سنة الكلمة حالية شباب بتتحسب هنا الجملة كان بتحسب هنا فهقول ايه ال وان هنا اتخصم ايه اتخصم بطريقة الدفع عشان كده انا كاتب لك ال وان في العادية تخصم بطريقة الدفع وال ال ال الاخيرة بنسميها ال ان او ال تو براحتك مش هتفرق الرموز يعني ارجع كل المدة لغاية نقطة الايه هنا يعني اتخصمت ال ال 12 شهر كلها يبقى ممكن اسهل على نفسي من غير رسمة واقول ايه لان بتسوي عدد الشهور كلها ده لو عادية اما لو فورية انا كنت بدفع الدفع هاي ومسلا بعد 3 شهور دفعت دفع بعد 3 شهور كمان دفعت دفع بعد 3 شهور دفعت دفع ثم 1 2 3 4 خلصت السنة هنا السنة بتخلص هنا دي كده 12 شهر انا عايز احسب ال ايه هنا يا جماعة ال ال 1 انا ما ال ال 1 خصمه كم قد دي مفيش هو فوق الايه هو يبقى ال ال 1 بصفر وال ال 2 او ال ال الاخيرة بكام كله معدد تلج انا برجع الوراء يا جماعة كل الشهور اللي 12 شهر معدد تلجه يبقى تسع يعني عدد الشهور كلها ناقص طريقة الدفع حضرتك لو جبت الجدولين قدام بعض اللي هو بتاع الجملة وبتاع الكيمة ده بتاع الكيمة حالية لو جبت بتاع الاول فيديو خالص في الباب الخامس بتاع الجملة وحطته قدام ده هقولك لو انت خدت الدفع الفورية بتاع الجملة وعكستها تديك تديك الكيمة حالية لو خدت الدفع العادية هنا وعكستها تديك الدفع الفورية هناك في الجملة يعني هما تقريبا عكس بعض تعال نشوف كده مثال نطبق عليه هذا الكلام احسب الكيمة الحالية الصحيحة اللي هي اي اي والتجارية اللي هي او يبقى صراحة لدفع يبقى ديه نصف سنوية يعني ايه بقى اقف بقى جامد هنا نصف السنوية يعني كل ست شهور عادية يعني اخر بدفع اخر كل ست شهور مبلغ يبقى راجل ده بشوفني مرتين بالبلد كده نقولها بشوفني مرتين في السنة يعني اعرف الراجل هيشوف وشي كم مرة عشان هي دي عدد اعرف عدد الدفعات قدية خلال السنوات مبلغ الدفع اللي هو 3000 دولار مدة القصة كلها 3 سنين ما اقولش سنين بقى افكها لشهور يعني 36 شهر طب في 36 شهر الراجل ده شفني مرتين او في 3 سنين كان بيشوفني مرتين يبقى الان الان بقى لي عدد الدفعات مدام بيشوفني مرتين في السنة في 3 سنين يبقى انا رحت للراجل ده 6 مرات بس حلو كده طيب الدفعات دي انا رحت له 6 مرات انا بس عايز طبعا يعني ايه يعني ادي بداية السنة انا عايز احسب ال ايه هنا خلاص الان كابتال اللي انا كنت كاتبها لها في القانون دي اللي هي التلات سنوات بس انا عايز عدد الدفعات اللي هي الان سمول 6 مرات لان انا بروح لك كل 6 شهور يبقى بروح لك مرتين في السنة في 3 سنين رحت لك 6 مرات خلاص يبقى انا المفروض عندي 6 دفعات مش عادية يعني تدفع اخر طبعا انا رسم بس الرسم مكروكي كده طيب حلو عايز احسب الكمة الحالية الصحيحة كنون الكمة الحالية الصحيحة اهو بحسب جملة الدفعات الاول خلي بالك جملة الدفعات العادية جملة الدفعات كابتسوي ايه المبلغ في المعدل زائد المبلغ في ايف واحد على اتناشر في ان على اتنين الون زائد ال الاخيرة لايه انت بالجملة بص انا دفعت يا جماعة 6 دفعات عادية 1 2 3 4 5 6 عايز احسبها عايز احسب الجملة اول واحد ده ال الون ده قعد قد ايه خلي بالك انا بروح كل 6 شهور قعد كل 36 و 30 شهر مع عادة الستة اللي في الاول ولا بحسب الجملة دلوقتي مش الكيمة حالية لان الكيمة حالية الصحيحة بتتحسب كده يبقى قعد 30 شهر والاخير ده لما احسب له ال ال ان بتاعته ده صفر مفيش عشان كده كتبت هنا 30 وكام وصفر وارح اسمها واحد زائد اي ان كابتل اللي هي عدد السنوات كلها كاملة يبقى كده يبقى نقدر نقول ان الكيمة الحالية الصحيحة للدفعات تساوي جملة الدفعات على واحد زائد اي في ان كابتل اللي هي السنوات الله ده مدخل الجملة في الكيمة حالية اه ما عليش الكيمة حالية الصحيحة بتتحسب كده يبقى حسبها هلاقي الكيمة حالية الصحيحة بتساوي 1529 هلا لا طيب احنا نركز يعني طبعا الكيمة حالية الصحيحة نادرة ما بتطلب في المسألة احنا عايزين الكيمة حالية تجارية لان هي شبه بالزبط الجملة ولكن هنا الموضوع فيه ايه فيه ناقص نفس القانون هنا بقى هارجع لورا يا شباب مش هحسب جملة انا عايز احسب الكيمة حالية هنا قدي الست دفعتهم واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة كل ستة شهور قدي الستة وتلاتين شهر طيب انا هحسب الكيمة حالية هنا اول واحدة ترجع دول يعني ترجع ستة لو انا دفعة ايه يا شباب دفعة عاديا واخر واحدة ترجع دول كلهم يعني ترجع الستة وتلاتين يبقى ال from بقت بستة وال from ال ال الاخيرة اللي هنسميها النا دو بقت بستة وتلاتين يبقى عشان كده ال one بستة و الل دو بستة وتلاتين يبقى جمع ستة وتلاتين زائد ستة جبت دول واطرح طبعا يبقى يبقى تلاتة تلاف اللي هي مبلغ الدفعة ستة اللي هم عدد الدفعات ناقص ال الاخيرة و دي كده ال ال السوال تغير 확واص بك ده الفرق بين الاتنين و في المسألة دي يعني أنت د being in a دي انت ده تحسب الكمة حالات تقريبا إما لاش الكمة حالات صحيحة إخنا بس قلنا هي في علاقة كده لها إزبات بين القيمة حالية التجارية وقيمة حالية الصحية بس أنا مش عايز أديك إثبتات ولكن نكتفي إن إحنا نعرف إزاي نحسب الفرق بين جملة الدفعات والقيمة الحالية للدفعات وإن شاء الله نتقابل في الجزء الأخير من هذا الباب نشرح فيه نقفل الباب الخامس وبالتالي نقفل الجزء الأول في الرياضة المالية اللي هي الفايدة البسيطة